اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نستعن بالبرمة والكسكاس كيفما كتشوفو درت الماء في البرمة على نار متوسط الحرارة في شغل الماء وضفت لها القطاع ديال الحامض مع فصاني من التوم ورقة الرند والقليل من الزعتر باش فيشي كوني تبخر الحوت ايجي فيه لكنسمة ديالالاعشاب وكذلك بقي المكونات من بعد غدي نوضع الكسكاس من فوق البرمة اللي وضعت بالداخل ديال الحوت اولا سماك الميرنا موصوله من القير شيتو بالقليل من المح وضفت عليها القيطاع الحامض ونركوه يتفور صراحة ما غاديش يتعطل وما غاديش يأخل لنا بزف ديال الوقت غيا كيوجد ونمرو للمرحلة التانية اللي هي من بعد ما كيتفور السمك فأولا كنخليه حتى كيبردم زيان عاد كننقيه يعني باش يجيني سهل في النقية ما يحرقنيش في صباحي وكنقوم بإزالة القشرة أو للسنسول دياله وإلا كانت فيه شيشوكة حتى هي كان حيضة هو ما كيكونش فيه شوك بزاف غي شوية مع الجنب والسنسول دياله وجلتاته هي ضغيقة تحيي فكيف ما كيتشوفو السمك ضغيات طاب وكي تقشر ضغياته غادي نستمر بهاتطريقة غادي نحيدو بطريف بطريف وننقيه ونوضعو في هاد الطبيصي لأذا وبالنسبة للشعرية الصينية اللي وضعتها في الماء اللي تفور فيه الحوت واللي كان نسم بالأعشب فغادي نخليها حتى هي ترتب مزيان من بعد غادي نصف فيها وغادي نقطعها بالمقاس ومن بعد غادي نمر مباشرة للمرحلة الثالثة اللي غادي نقوم فيها بتحضير الحشوة المالحة بنكهة السمك فغادي ناخد مقلات او ناخد تنجرة وغادي نوضع فيها التوابل التالية قليل من زيت الزيتون رأس ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود رأس ملعقة صغيرة من الكركم ملعقة صغيرة من الفلفل أحمر رأس ملعقة صغيرة من بودرة التوم المجفف ملعقتان صغيرتان من توابل السمك إلا ما عندكم شو ممكن لكم تستغنوا عنه القليل من الملح ملعقة كبيرة من سلسة الصوجة وملعقة كبيرة من خل الحامض وأيضا غادي نضيف القليل من الهريسة حسب الطوق ونمزج هات التوابل مع بعض جيدا حتى نحصل على واحد التتبيلة أو لشرمولة من بعد غادي نضيف عليهم القليل زيتون الأخضر المقطع قطع صغيرة وكذلك الفطر المعلب اللي قطعته كذلك قطع صغيرة مع القليل من الحامض مصير تهو قطعته قطع صغيرة جدا وغادي ندمج هات المكونات مع التوابل جيدا من بعد غادي نضيف المعدنوس المفروم ثم غادي نضيف القطع ديال سمك الميرنا ونحاول أنني نقطعه غيب شوية ونحاول لا نضغط عليه بشكل لكي لا يتعجج أو لكي لا يتفرتج واخيرا غادي نضيف الشعرية الصينية من بعد ما صفيتها من الماء وقطعتها بالمقص والآن غادي نخلط جميع هات العناصر جيدا مع بعض وفي نفس الوقت أنا كنشحرهم من بعد فغادي نطفي على النار النار على الحشوة وغادي نتركها تبرد حتى تبرد الحشوة ديالكم زيان هات عمروا بها البريوات لأن الحشوة إلا كانت سخونة وعمرتوها في الورقة ديال البسطيلة ففشغا تجيو طيبوها غادي ترتق لكم الورقة وبالتالي غادي تخرج منها الحشوة يعني من الأحسن حتى تبرد لكم الحشوة مزيان عاد عمروها في الورقة البسطيلة سفي الآن وصلنا لمرحلة الحشو البريوات من بعد ما بردت ليا الحشوة أولا غادي ناخد المقص وغادي نقطع دوك الجوانب ديال ورقة البسطيلة اللي كيكونوا يابسين من بعد غادي نقسم الورقة النصفين بهذا الشكل والآن نمرو لطريقة لف البريوات غادي ناخد نصف الورقة وغادي نوضع الحشوة في الأول ديال الورقة من بعد غادي ناخد الجانب على اليمين وغادي نطوي بهذا الشكل هذا وكذلك ناخد الجانب الآخر من على يسار الورقة وغادي نطوي بهذا الشكل المثلت إذن هذه هي الطريقة وغادي نستمر بهذا الشكل هذا على باقي أوراق البسطيلة حتى نعمرهم كاملا بالحشوة ترجمة نانسي قنقر ادن هذا هو الشكل النهائي لهم حصلت على 30 قطعة أو 30 بريوة فأنا درتهم قليلا كبار إذا درتهم صغر يمكن تحصلوا على كمية أكثر والآن نوضعهم في علبة وغادي نحتفظ بهم في المجمد حتى نحتاجهم وغادي نضيرهم في الفران نحمرهم ونضعهم في الطبلة في الفطور فأنا أتمنى ينالوا إعجابكم وتشربهم حتى نتوما نقدم لكم صحة وراحة ونمر مباشرة للوصفة الثانية اللي قلت لكم غادي تكون عبارة عن تحلية فأولا غادي نبدو بتحلية ديال الشوكولة غادي نحتاجوا نصف لتر من الحليب غادي نوضعو في كاسرونة على نار هادئة وغادي نضيف عليه ملعقتان كبيرة من سكر حبيبات فكي بقى اختياري مكلكم تكتفيوا فقط بالشوكولة اللي غادي نديرو من بعد غادي نضيف عليه ملعقتان كبيرة من حليب بودرة ممكن لكم تستغنو عليه ماشي ضروري فقط هو كي يعون ان الخليط يكون اكتر تركيز ثم نضيف جس الشيات من بودرة الكاكاو المر ونحرك مزيان يعني فقط ما نضيف شي مكوين نحرك مزيان في الحليب واخيرا نضيف 15 القطعة من شوكولة السوداء شوكولة عادية أنا استعملت هنا شوكولة تقال ونستمر في تحريك الخليط حتى نقوم بإدابة القطع الشوكولة وفي الاخير من بعد ما يضيف الشوكولة مزيان غادي نضيف عليه ملعقتان كبيرتان من نشا الدورة وليما عندكم مش نشا يمكن لكم تدير الدقيق فكم ملاحظة كي توضع النشا مع الخليط بقوا تحركم مزيان تكون لكم هدو الكويرات ديال النشا يمكن لكم تصفي الخليط وترجع تخلط وحتي عقد مزيان كيف ما كتشوف هاد الخليط ديال الشوكولة بدا كي عقد القوام ديال بدا كيتماسك ولا عنده قوام كريمي بهذا الشكل سافي غادي نكتفي بهذا الشكل غادي نتفعل الهي النار وغادي نوضع في كؤوس تقديم سافي بهذا شكل هاد غادي نعمر هاد الكؤوس الصغيرة غادي نعمر شوية بشوية وغادي نخليهم حتي يبردون مزيان على برة ومن بعد غادي نغطيهم بلاستيك غدائي وغادي ندخلهم للتلاجة باش يبردون مزيان ونمرو في تحضير التحليات ثانية اللي غادي تكون بنكهة الكاراميل سكر حبيبات باش نحصلو على كاراميل فغادي ناخد خمسة عفوا نستديا المعالق كبار من سكر حبيبات غادي نوضعهم فوق كسرنا على نار مهيلة ونخلي حتي يضب مزيان فباش تنجح لكم هاد المرحلة حاولوا انكم تبعوا النصائح اللي غادي نعطيكم اولا تكون نار مهيلة يعني شمعة وبالنسبة للسكر ما تحركوش خليوا بوحدو حتى يضب الراس ومنين تبدأوا تلاحظوا بانه بدك يضب ديك ساعي تستعمل واحد الملعقة خشبية وتبقوا تحركوا غير بشوية حتى تضب السكر ديلكم كامل وغادي تحصلوا في الاخير على كراميل كيف ما تلاحظوا السكر داب وحصلت على كراميل دهبي اللون ما محروق حاولت انني نصور لكم جميع المراحل في تطور السكر حتى تحول كراميل من بعد فغادي نضيف عليه قطع هذه الزبدة تقريبا ملعقة صغيرة من الزبدة فغادي نحرك ها بزيان بهذا الشكل ومن بعد غادي نضيف نصف لتر من الحليب تدريجيا كيف ما كتلاحظوا من بعد ما كوبيت الحليب الكراميل ديالي تحجر معليش مشي مشكل فغادي نبقى نحرك نحرك مزيان حتى يدوب اذا من بعد ما نتأكد بلي الكراميل ده بكامل غادي نضيف ملعقتان كبيرتان من نشط دورا وغادي نحرك مزيان حتى يبدأ عقاد الخليط نطف عليها النار اذا كيف ما كتلاحظوا القوام ديال الخليط تماسك اذا نطف عليها النار غادي نحرك شوية وغادي نضيف عليه واحد الاضافة اللي هي اختيارية ومشي ضرورية فقط انا بغيت نديرها هي واحد الكراميل اللي كنت ديجا صيبته في الطار فغادي نضيف عليها ملعقة كبيرة وغادي ندوب ها في وفي الاخير غادي نقسم هاد الخليط في كاسات تقديم وكذلك غادي نخليها يبرد مزيان على برة ومن بعد غادي نغطي هم وغادي الشوكولة والكراميل بقوام رائع بمدق لذيذ اكيد غادي عجبو الكبار وكذلك الصغار بالنسبة من بين احلى التحليات لتستحق التجربة فبالنسبة لتحليات الشوكولة من بعد ما تدوقتها بمدق رائع بحال ياغورت مدق شوكولة بقوام يدوب في الفم وفيها واحد المرورة اللي جاي خفيفة لفة الكاكاو المور اعطاها واحد طعم بحال مستعملة شي مركة ديال شوكولة غالية بساف وزينته من الفوق بالقليل من الفغمي السيل الاسود وبالنسبة لتحليات او لبنك هات الكراميل اكيد جاة رائعة وبمدق يدوب في الفم حسن من الياغورت ديال الكراميل اللي كنشري من المتاجر كيف ما كتشوفو زينتها من الفوق بهد الكريمة او لهادي زوبتة لوتوس هي هادي خديت معلقة كبيرة ودوبتها ومن بعد زينتها من الفوق وضفت عليها القليل من الفيتين من الفوق تزين كي بقى اختياري وحسب التوقع ديالكم وماشي ضروري بلا تزين رهاجات رائعة ولديدة بساف فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم بروات بسمك الميرنا والتحليات كراميل والاخرى بالشوكولة نقدمهم لكم بصحة ورحة نتمنى يعجبكم الوصفات ونتمنى تشربوهم فكنوصلوا لنهاية الفيديو ديال اليوم نقول لكم شكرا للمتابعة والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله ما تنسوش الى عجبتكم الفيديو ديال اليوم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وما تنسوش تخليوا لي ايضا